هبوط وصعود مفاجأة على الساحة لنجل القذافي القوية اللي تقدم رسميا بورك ترشحه لرئاسة ليبيا واللي أصر أن يرتدي جلباب الأب الزي الشعبي ليصل الرسالة لمعارضه أن القذافي لم يمت هل يملك سيف الإسلام القذافي الحل لأزمات ليبيا؟ وهل يفاجئ العالم بوصوله إلى العرش وحكم ليبيا؟ كيف يقدر على التغلب على منافسيه؟ خصوصا الجنرال حفتر اللي وصف المهندس سيف الإسلام القذافي بالمسكين معكم أميرة الشربيني أهلا بكم كانت أول ملاحظة للمراقبين مع أول ظهور رسمي لنجل القذافي وهو يقدم أوراك ترشحه هي إصراره على خلع البدل وارتداء زي والده الشعبي ليغازل به ومن خلاله مؤيد القذافي الأب واللي بيحلم بعودة العرش إلى عائلته بعد غياب 11 سنة وبشكل رسمي قدم سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ملف ترشحه في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 24 ديسمبر المقبل بحضوره إلى مقر مفوضية الانتخابات في مدينة سبه غربي البلاد كانت مصادر ليبيا مقربة من سيف الإسلام القذافي أكدت في وقت سابق أنه أعد الأوراق المطلوبة للترشح للانتخابات وأشارت إلى أنه سيحسم قرار ترشحي لرئاسة ليبيا بعد انقضام وتم باريس اللي اختتم أعماله قبل يومين وهو ما حدث بإعلانه الترشح وبحسب سجل بأسماء النخبين الليبيين فإن سيف الإسلام القذافي سجل بياناته في وقت سابق كخطوة أساسية للترشح وورد اسم سيف الإسلام معمر القذافي في صفحة رقم 16 من كشفات النخبين بمدرسة الجمهورية للتعليم الأساسي بمدينة سبه حي الجديد جنوبي البلاد حيث يرتكز مؤيده وكان سيف الإسلام القذافي ظل مختفيا عن الأظهار لأربع سنوات ثم ظهر في حوار مع صحيفة نيويورك تايمز وألمح إلى العودة للحياة السياسية وإلى وجود تقاربات وتحالفات مع أطراف ليبيا أخرى خلال الفترة المقبلة اختفى سيف الإسلام القذافي عام 2017 بعد أن أطلقت صراحه المجموعات المسلحة في مدينة الزنتان التي ألقت القبض عليه في نوفمبر 2011 كما قدت المحكمة العليا في ليبيا بإسقاط حكم الإعدام الصادر ضده في مارس 2021 وأصبحت صحيفته الجنائية المحلية والدولية خالية على الجانب الآخر لا زال بعض الليبيين خاصة في أجنوب يدعمون النظام السابق ولديهم رغبة في دعم سيف الإسلام القذافي إلا ترشح بالفعل والليبيا يلعب بورقة مشروعه المعنون بليبيا الغد دا غير مشروع آخر عن المصالحة السياسية بالبلاد وسيف الإسلام القذافي هو الإبن الأكبر للعقيد الراحل معمر القذافي من زوجته الثانية صافية فركاش الممرضة التي تعرف عليها القذافي عام 1970 في مستشفى ليبيا حصل على بكالوريوس العلوم الهندسية من جماعة الفاتح في ترابلوس ولقبها بالمهند السيف ثم أكمل دراسته في فيينا ولندن في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال ويعتقد أن له علاقات شخصية بمسؤولين براطنيين كبار منهم رئيس الوزراء الأسبق توني بلير ورغم أنه كان ينظر إليه كوريث الحكم بعد معمر القذافي فإن سيف الإسلام كثيرا ما كان ينكر ذلك واشتهر بتصريحه عام 2008 قال فيه أن ليبيا ليست مزرعة ورث لكن بترشحي وتقديم ورقه رسميا إلى لجنة الانتخابات للمنافسة على كرسي رئاسة ليبيا يتضح أن القذافي الإبني يتطلع بالفعل إلى عودة إرث عائلته واسترداد الحكم اللي جاب عن العائلة 11 سنة بحسب مراقبين واللي أضافوا أن مزاعم خلافة الحكم من جانب نجل القذافي لم تأتي من فراغ فقد لعب سيف الإسلام القذافي دورا دبلوماسيا في ملفات خارجية عدة وظهر في صورة الممثل الرسمي لليبيا قبل سقوط حكم لب نجحت دبلوماسية المهندس في حل بعض القضايا اللي ظلت عالقة وعانت ليبيا بسببها فقد لعب دورا مهما في الإفراج عن الفريق الطبي البلغري في يوليو عام 2007 بعدما أمضي ثماني سنوات في السجن في ليبيا وفي إغلاق ملف تعوضات طائرة لوكيربي وأوتا التي اتهمت ليبيا في إسقاطهما كان لسيف الإسلام القذافي مثل والده شحطات فلسفية في علاج بعض القضايا السياسية منها أنه كان وراء اقتراح إسراطين لإقامة دولة واحدة على الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية كما لعب القذافي الإبن أدوارا وساطة في بعض الصراعات الدولية وأهمها نجاحه في إصال حكومة الفلبين وحركة مورو المسلحة إلى اتفاق سلام وقع في طرابلس عام 2001 ومنذ الأيام الأولى في احتجاجات عام 2011 اللي أدت إلى حرب حقيقية في ليبيا قتل خلالها القذافي انخرط سيف الإسلام القذافي في السياسة كعدته مدافعا عن نظام والده اللي حكم أكثر من أربع عقود عاش بعدها سنوات من الدراما شهدت محاولة هروب ومحاكمة وقرارا بالإعدام ثم سجن ثم معفو وأخيرا ترشح للرئاسة لتبتسم له الدنيا من جديد ختاما دخل سيف الإسلام القذافي دائرة الضوء بقوة بترشحه لرئاسة ليبيا مع تأكدات من مراقبين أنه لن يضيع الفرصة في عودة السلطة لعائلته ورغم أن سيف الإسلام القذافي صاحب الثماني وأربعين عاما يراهن في برنامجه الانتخابي المفترض على المصالحة الليبية الشاملة ولم شمل البلاد اللي مذقتها الصراعات فإن قرار ترشيح الوريث في حد ذاته أدى إلى مزيد من التشتط في الأوساط السياسية والشعبية الليبية بين من يرى أن البلاد بحاجة لرجل قوي ينهي الصراعات الداخلية ومن يقول أن النظام القمعي لا يجب أن يعود إلى ليبيا لكن فريق ثالث ينظر إلى سيف بنظرة تفاؤلية ويرو أنه يحمل فقط اسم والده لكن تحضره وشهادته واختلاطه بالغرب قد يفيد ليبيا كثيرا الفترة المقبلة التي تحتاج قيادة شابة حقيقية وعية تقودها للمصالحة والتنمية عاشت ليبيا وطنا مستقرا